فرض الشارع نفسه على طاولة مجلس الوزراء بكلمة تناولت التطورات الأمنية استهل رئيس الحكومة حسن دياب جلسة مجلس الوزراء في السراية نحن مع كل تعبير ديمقراطي لكننا نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره وبتحويله إلى حالة شغب تسيء إلى هموم الناس ومطالبهم المحقة ومن ثم تحاول الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية ولذلك وكما قلت سابقا ممنوع العبث بالاستقرار الأمني والدولة لن تقف مكتوفة اليدين وتابع دياب ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وما تخلل ذلك من استهداف للجيش اللبناني واعتداء على جنوده يؤشر إلى وجود نيات خبيثة خلف الكواليس لهزي الاستقرار الأمني وهذا لعب بالنار وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم وردا على جنبلات قال دياب من دون أن يسميه نحن لا شيء يثنين عن مواصلة مسارنا ولا شيء في السياسة يعنينا لأن المتقلبين من أهل السياسة يكابرون في مواجهة اللا شيء في الفساد ولا شيء في المصالح ولا شيء في الحسابات اللا شيء هنا شهادة أفضل بكثير من أشياء ملطخة لم تعد تستطيع المساحيق تنظيفها ولا إخفاءها ثم بدأت الحكومة درس جدول أعمال مؤلف من بندين متعلقين حصرا بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وعريضة الآلية المقدمة من وزارة العدل التي تشتمل على ثمانية تدابير كما أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه وهي أربعة تفعيل التطقيق الضريبي التحقيق المحاسبي التطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة بالنسبة للمواضيع اللي مرتبطة بالمطالب الفعلية اللي احنا عم نبحث فيها وأبرزها هي غلاء الأسعار وأبرزها هي الدولار وغيرها هيدا ضمن إطار التابير حساتي اللي عم بتتير نحنا اليوم كان موضوع حديثنا الخطة المالية وبالتالي هيدا الأمور اللي بتراعي الأمور المصرفية المالية وكل المطالب اللي نحنا عم نبحث فيها وموضيع أيضا الشأن العام ألية استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد من جهة والخطة المالية من جهة أخرى شارفتان نهايتهما ومن المحتمل أن تبصران نور كاملتين نهاية هذا الأسبوع إذ يعقد المجلس جلستين متتاليتين يومي الأربعة والخميس على أن يكون أعلان الخطة المالية الاقتصادية مبدئيا من قصر بعبده لايال سعد قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر